تحل اليوم الذكرى الخامسة والثمانون لميلاد جلالة المخفور له بإذن الله الملك الراحل الحسين بن ضلال طيب الله ثراح وأيضاً بهذه المناسبة تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين استذكروا فيها مسيرة الراحل الكبير في بناء الأردن الحديث كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد برقيات مماثلة بهذه المناسبة وفي تغريدة له على تويتر أشار جلالته إلى الإنجازات العظيمة ومحبة الأردنيين للقائد الباني مستلهمن من مسيرته العزم والإرادة لمواصلة بناء الوطن كما استذكر سمو ولي العهد جده الملك الراحل مشيراً عبر حسابه على انستجرام إلى أن الراحل الكبير ما زال ساكناً في قلوب الأردنيين